موسيقى جرية صلاح بي حتى الأموات ما بعلهمش حر ما عندو كون موسيقى سليم فين يا هواة؟ فيش حد هنا يا فنو قال أبنا الدانية ما لش حصر فتشه تاني وتالت خليك وراها لحد ما تلاقوه موسيقى يلاقوا مين بس يا صلاح بي موسيقى إلا هيجيبه هنا سليم دلوقتي تلاقيه مكان بعيد مفيش حد يعرفه باحتمال بس لازم يكون عندك فجرة إن أنا حافظ الوراء لحد ما جيبه بقى لله موسيقى بسراحة يا سليم باشا أنا مش عارف أقولي سعدتك إيه إنه ما عليك تفتكرني دونها معلتخل وكلها وتترسل علي فده شرف ليه يعني موسيقى موسيقى لسه بعيد عالبيت لابعونا كرب ربع ساعة إن شاء الله ونمسى إن شاء الله كان شكله زعلان قوي وقعد يقولي كده يا فريدة محدش فيكو ييجي يزورني الفترة دي كلها ماشي يا سليم أنا مش هتأخر عليكم ساعتين ونحكون عندكم باي باي كده تمام صلاح التوخزي منه بيسمع المكالمة ويسبعنا على هنك باقولكي هتلاقي الأفررات عندك في الشنطة ورا ماشي يلا طلعي انزف دويس أبري هتلاع وراب موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 لحد بس مظبط اموري وعرف انا هعمل ايه صلي على يشفع فيك اسلين بيه بس ما ينفعل ساعاتك كل شو هتقول الكلمتين دول انت هنا ضيوفي وفي حمايتي وفي رقابتي والاخر نفس في حياتي ان شاء الله تعودوا عندي عشر سنين كمان ساعاتك تطلب وانا عليها نفذ مش يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كل ده عشان اردلك الجميل اللي انت عملته فيه زماني وندرن علي اسلين بيه ما هسيبة غير لما نكشف ملعوب ولاد الحرام دول رغم ان انا اخد عهد على نفس يعني مرجعش لسكة الحرام بس زي ما بيقولوا كده احنا الشقوة فينا بس ربنا هدينا ماشي يا عهود انا فلا عايزك تسعيدي في حاجات كتير اللي انت عارف طبعا مش عارف هتحرك براحتي بس قبل ما انفكر في ولد الحرام انا عايزك تسعيدي في حاجات تخص واحد من حلال زي زي سنينة شاب زي الورد وقلبه ما حروع على دم ابنك وفوق كده متراب وابن ناس تقفل باب في وشخ ده الحاج انا بقيت وحدني ومليش حد ومانيش حملة بهدالة ومرزيت حكومة وانت عارفة كان منوصل لكل الناس ساعتها مفيش مخلوة يادروا قرب منك هتبلي حماية وسط الناس ومع الناس قوله يا متر رامي بيتكلم صح وعنده حق يا مزياد انت ام الشهيد يعني الحكومة هي اللي هتدور عليكي وتجيب لك حقك وتراعيكي وتخاف عليكي مش عارف اعمل ايه كالكلامة يا ست سناء نعم العمر ربنا وانت كل اللي مطلوب مني دلوقتي ان اقتصادي الأستاذ والزميله وفي اللي هم بيعملونه زي ما أنا وابني عن سعيدهم بالزبط لغاية ما الحكومة تشوف شغلها بيه المظبوط وتجيب المجرم اللي هربو ده وناخد حقنا منه قولت ايه خلص يا ست سناء بقى يا حودة هتعمل ايه ايه سعدتك يعني هداله ازاي من غير حتى ما ااخد باله اقولك بعدين بس الرجل ده طلع جادع معي ومع اهلي وقال لما هربت منه قزيته غصبا عني واسلاحه الميري كمان يضيع دي مصيبه لو اتحكم مستقباله ها يضيع ماشي سعدتك اللي تؤمر بيه تخلي بقى ده معي لحد ما تجيبلي حتة سلاحه هتعرف ولا هتعملي خضرة الشريفة دلوقتي بصراحة يا سليم بيه انا بطلت الشمال ده من زمان بس عشان خاطرك انت مقضية بإذن الله ماشي امسك خلي فلوس ده معاك هدل حتة السلاح والباية مصاريفة ايه ده يا سليم بيه يا عم امسك لا سعدتك كده بتشتمني مش حودة سيطرة عم الجدعانة اللي ياخد اجرت ديوفه يعني يا عم اجرت ايه انا عارف ان الظروف ضياء ماشي سعدتك هاخد فلوس السلاح بس مش هخودة الا بعد ما جيبلك حتة السلاح عيب سعدتك كده اه ما تقلقوش يا جماعة ده هايام راتي هايام سلم على الضيوف السلام عليكم عليكم السلام عليكم رسول الله وبركاته اه اتفضلوا عوضوا تفضلوا 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 هايام بقولك انا عايزك بقى توري الضيوف نفسك في الطبيق عامل ازاي وبسرعة حاضر من عناي بس بروتك شكلها بنت حلال غالبانة بس زنانة زي كل النسوان اللي مجدعم واقفة معاي على الحلوة والمورة بس احنا كده انخليها مش قاعدة براحيطة في البيت وانعمل لك درباك بوصة سعدت الباشا انا مش عايزك تقلق خالص ده بيتك ومطرحك وانتوا اعتبروا هنا صحاب مكان وانا سعدتك عامل حسابي يعني انا عندي اوضة فوق السطح نظفتها وروقتها كانت مغزة من الابلي كده لكن خلتها مية فلو وأبعتاشرة هنتغدى نسلم على الايال ونشرب الشاي ونطلع عشان ترتاحوا وانت عندك عالي ياستهوداء يا انا افتكرتك يا اخراس يا راجل عندي حمزة واسية ربنا تخليهم بلد يلا ياهي فيه البنات وممهم وحشين نعب فترى عبلينا هذا الوقت انشالله كويسي بعد ما تلاش هنشوف صرفة تطمن عليهم وكمان خليك تشوفهم مبسوط يا عم ربنا يخليك سليم بقشة والله يا خالتا اقول ماما قالتلي جيت عليك يجارية على طول من غير حتى مغار هدومي ربنا يخليك لينا حبيبي ومحرم ناش منك ابدا وانت راجلنا دلوقت يا اشرف بس انت برضى ياخوي ملكش حب كان لازم تقعد مع اهلك شوية تغير هدومك تكلك لقمود رايح جدتك وبعدين كنت جيت تنتجشك في اخر الدنيا يا خالت الكلام اللي انت بتقوليه ده قتل ايه وراحت ايه واحنا في المصيبة اللي احنا فيها دي طب عم إبراهيم ما كلمكمش ولا بعطلكم اي حاجة مساعدتوا ياري ولا نعرف عنه اي حاجة يا حبيبي معلش ان شاء الله خير خير يا خالت ما دقيقيش يا رب امي يا نورا اعملي لقم الخط بك يا حبيبتي عشان اياكلي احضر يا زمي يا حبيبي امسك يا خالتي ايه ده يا اشرف دول اشيين كنت شايلهم لزوم تشطيب الشاقة بتاعتنا ونورا بس انا عارف الظروف عملا زاية دلوقتي خليهم معك فلوس ايه اشرف اللي هاخدها منك انت يا حبيبي قولة كل قرش كنت الاول يا ابا بتشتغل واو قرشين كانوا بيسنتوا لكن دلوقتي انت في الجيش كيف هي عليك هم ابوك ومك يا ابا يا خالتي يا ابا عليكي مستورة والحمد لله وبعدين انا بقولك الفلوس دي تشطيب الشاقة بتاعتنا ونورا يعني الفلوس دي فلوسها وانتوا اولى بيا من اي حاجة تاني في الدنيا اقصن بالله خالتي انا معاي اكتر منهم وكنت حشتهم عنكم ما هيقدر على القدرة غير ربنا يا حبيبي عموما بتقلقيش ولا تحمليهم انا نازل متجيش اجازة اسبوع وعد عليك كل يوم لو احتاجت اي حاجة اي حاجة خالتي ولينا على طول ما تكسفش مني ربنا يحميك يا اشرف يخليك لينا حبيبي ويفك الكربة عننا يا رب قادر يا كريم احنا غلابه ومناش غيره اللهم امين يا خالتي يمسك عمر فاع ايه دور؟ خمس تلاف جنيه احنا شركة بالنص في المصلحة دي في كل حاجة ولطف الداني باريزة انت النص وانا النص باريزة يا عم زناتي هو مش متفق معاك على مئة الف وعيكون ناوي يلحس كلامه بن الدايخة ده يلحس كلامه مع مين يا دي عابدي انت ده أنا زناتي امال ايه دور؟ عربو دفعة اولة واحنا هنقتل بالاستة زناتي كده تبقى خلصانة على المحارب شواط صوتك مش فهمش هم بيسرق وشف هم بتحاسبه وبعدين الراجل كان هو يتفعل فلوس على بعضها لو الهروب بن الدايخة ده ملناش فيه يعني كنا احنا اللي هربناه معلش برضو راجل من حقه يطمت يعني احنا بقى هنلبس من تحت راسة سليم ده افرد فدو الهربان مش هيحسر ولو هروب اطور انا هقفل لطفي ما تشغلش بالك انت وبعدين انت من امتى حمق كده ألف فينك سجارة السلام هام دي بتعمل اكل ولا السلاح الناوي ايه بسم الله ما شاء الله الملوخية طعمها ايه من كترة حلويتها الواحد مش عارف يبطل اكل تنسى بيديكم حمزة معلش تعبنك معاه يا لهو تعبك رحى يا باشا والله ما يجي من بعد خيرة بنا كريمك هاد يا سين ما بتكونش ليه شبعت بعت يا سين ده بقى جدعا ده ملك الاحساس وعم العالم وصحب السعادة كلها صح يا سين اه بغربه فلسك كل يوم يا الله بشاء الله ربنا سعى جزبني السلام عليكم وعليكم السلام تعالى كل يا حبيب لا مش جاعنا مصحب ايكم ايه ده يا يا تعالى سلم عالضيوف ياه انا قلت السلام عليكم اه عليش يا سلم الوقت حمزة بالروي شوية يعني يا سيدي ايه العيل كلها كده ده انا عند عائلة صغيرة قد كده اوما بعرفش هتكلم معاك المتين بكرا يكبر اوما شوف الوقت ده هتحط له اكل في القودة خليه اطفح هتلقي ميت مجوع اوما بحيط بشوق مع ناس ما يعرفهاش يلا اوما حاضر يا اخويا اوما يا سين ايه 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 اقول لك يا حوودة مورتك ياها معرفينها وضمنانها و الدنيا تمام بس الوقت ده لاس صغيرة واكيد لاصحابه بيروحوا ويجي يوهم واكيد بيقعد على النت يشاف صورة كده و اللي كده الدنيا تتبوص لا 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 يا سلين بيقى شطاهم من ساعاتك الوقت حمزة دا لا ليه في التلفزيون ولا في الجرايب ولا في الزفت اللي اسمه النت دا بعدين اطمينك اكتر يعني الصورة اللي الناس لما عليك في التلفزيون كانت في اللبس الميري انما سعدتك هنا يعني مختلف شو هي مختلف يا حوق لا انا مش هعرفوني هان قسمان بعز الجلال الله يا سلين بيه انت هنا امان الامان بعدين الناس هنا طيبة ملهمش في حاجة ولا شغلين دماغهم بحاجة اقولك والله اتلاقيهم مساموا عن الحكاية دي خالص ازاي بس يا استحودة دا الجرية فتحانا وقالبين الدنيا علينا اني دنيا اللي مقلوبة ابو خليل يا عم والله اقولك على حاجة لو انت قاعد في البيت كنت هتشغل دماغك بحاجة زي كده ابدا يا عم الناس اللي بيشغلوا دماغهم هم منوعين اما الحكومة اما ناس دماغها فاضية ناما الناس هنا عندنا خلابة نام بدري عشان تسحى تدور على لقمة عيشها صدقني زي ما بقولك كده الناس حتى لو فرضنا ان هم فتحوا التلفزيون عارف هيعملوا هي ابو خليل هيعودوا يتفرجوا عن التلفزيون كده ويشوفوا انه فيه زابط موت عيل صغير وبعد كده يعودوا مصمصوا شفايفهم بس ويقوم ويناموا يوم مصمصوا شفايفهم هم هنا بيمصمصوا شفايفهم بعد ما زابط يقتل عيل لا اتمنك ايو حودة بس تدوني هنا كلها عارفة بعضيها الوقت لما يشوفوا عندك حدة غريبة كده يجي وسألك دمية فيدي عندك حق اسليم بس بصراحة ما تشغلش دماغك يعني اي حدة يسألنا هنقول ان انتوا قريبا جايين من البلد وقاعدين عندي لحد ما تلاقوا شغل احنا بقى نقوم نشب كبايتين شاي ونحبس كده ونروأ وبعد كده نطلع على الأوضة فراجها لكم عشان انتوا تعبنين وعايزين تناموا صح كده؟ مشي يالا بي حمزة عيب يا حمزة يا حبيبي ما يصحش كده انت كبرت على الكلام ده؟ ايه بتقولي ايه انا؟ بتقولي له هو هو؟ عيب يا حمزة دابوك وبعد انه كان عملك ايه؟ مش انت اللي دخلته وما تسلمتش على الضيوف؟ انا مالي وما للضيوف هم مجايل لانا ولا جايل له هو بس يا حمزة بعنان مين دول اصلا؟ عرايبة بوك من البلد عليك قلت هو عرايبة وضيوفهم يعنيها ماليش فيه عيب يا حمزة يا ابني انت كبرت على الكلام ده؟ العميل دي غلط ده؟ اخوك الصغير ما بيحملش كده؟ بقولك يا ماما بلا ابوك بلا اخوك انا معاش حال غلط وزي ما انا سيبكم فحالكم انتك من سيبوني فحالي اخصح اللي ادخل دي شراءت كاميرات البنزينة؟ اوه يا فندم قررينك لان انا متأكد ان في حاجة حصل في البنزينة بص يا فندم هنا هو اه اه فريدة وهي داخل البنزينة ايوه استنى وقفنا كده العربية مش باقينا ده بوزة بس اللي باقي اه يا فندم الحت اللي ركنت فيها فريدة دي الكاميرات مش جايبها كلها اه مش غريبة او انها تركن في مكان الكاميرات مش شايفها مرحب اوه طرح زي ساعتك يعني بص بص فيش حاجة بتحصل في الدنيا صادفة ومش صادفة انها تركب في مكان الكاميرات مش شايفها في مم بص يا واليد فريدة دي ممكن توصّلنا لسليم عشان كده مش عايزة نيكو بطيب عنها أبدا الليل ونهار بتتراقب الليل ونهار وزع كان عارف يهرب مننا المرة دي مافتكرش ان هو عارف يهرب مننا مرة تانية ترد فين اسليم تفضل اسليم باشا والله انا مكسوف من ساعدتك يعني انا عارف ان المكان مش قد المقام بس قسم ابيعز الجلال الله هو ده المطرع اللي عندي اهم حاجة زي الفلو اعملت الواجب بزيادة بعدين يا عام نظام القوات خاصة شفت عاجاتك الصعب من كده بكتير وابراهيم يعني مش من جاردن سيتي وابراهيم حلو يعجبك ويستحم مش كده اهيمة ولا ايه اه اه طبعا يا باشا على الاقل ارحم السجن اه بعد اذن ساعدتك لما اغز يا انا والسهل تفضلوا تفضلوا يا انا والسهل المكان ناور يا اسليم بيه تفضل تفضل ساعدتك انا عارف ان هو مش قد المام يعني معلش يعني اقول لي ساعدتك ايه انا عملت حسابي يعني في شاي وسكر وكمان غلاية وعملت حسابي في بطاطين لان الجو بيبقى رصاص بالليل ولو اغز يعني ساعدتك دورة المياه هنا وبالنسبة للاكل فطار غدا عشا هيامة تقوم بالواجب ولو ساعدتك يعني مش حابين تاكلوا تحت عندنا نطلع لكم الاكل فوق واي حاجة تؤمروا بيها رأى تسدادا ربنا خليك يا حودة تكل انت الله بس منستاش هي تتسلح لتلك عليها بالاذن ساعدتك حاضر بعد اذنك يا ايمة مش عاجبة المطرح؟ تحب حاجزلك في فندق؟ الحمدالله يا بيت واحنا كنا لقيين حاجة صلى على ناري بقى اكيد لسه برضو خاف على اهلك مولتلك يا عم خلاص ما تقلقاش هطمنك عليهم وخليك تشوفي وبعد ما تطمن يا بيت هنفضل كده انا مش عارف اخرة اللحلة فيه ده ايه مولتلك ايبشي وسيبدي ملكش ده عضية فضلت لازق في ظهري وماشي وراي اعملك ايه طيب؟ هسيبك وروح فينا سليم بيقى هاديني معاك هالا قال لي انت بتلاقي اللي هو في جنبك ومساعدك انما انا هلاقي مين؟ انا مقاليش حد انا باية متزودش على الهم انا مش نقصك خلينا فضي دماغاش عارف افكر هعمل ايه؟ باعل الشاب يا لا اسف باعل الشي حاجة اطلاقي باعل الشي حاجة باعل الشي حاجة باعل الشي حاجة باعل الشي حاجة اقولها لك ترياحك كلها قدر اجهولك اول ما فك بصدتي واثبت براتي مش اسيبك هافضل معاك لحد ما خلصلك بصدتك واثبتتلك برضو براتك بجد اسليم به بجد احيكو انا خليك اره هتنم فين بقى هنا ولي هنا انا في اي حتة انا لو سنادت على اي حيطة هنائم من كترة عي أبداً. أبداً. أنا بس أصد أقول إن الجواز في الأول في الأخير اسمها ناصيب. وإيما جوازت بعضة يوم الفرحة. وإيما الناس الجوازت بكاملتش. بس أنا بصراحة مش في تلايح. مش قادر أكمل. الجواز مش غصب يا ابني. وإحنا مش قليلين. وسلمة بنتي مش بايرة. وسلمة بنتي يتمنى دفارها أحسن راجل في الدنيا. وسكت هي زمان وافقت على الجواز. فبصراحة إحنا كنا حسين إنك ما تستاهلش. بس كانت غلطة. وقال إن الأوان تتصلح. بالنسبة طيب للأمور المادية. اللي أنت جاي عشانها مش كده. أم يا سلمة هتيلوا الشابكة بتاعته والهدايا. ده إذا كان فيه هدايا عليها القيمة. بس إحنا ما يلزمناش منها ولا أشايا. أمي!